الحقيقة بنبقى محترين نبقى ايه نسيب ايه نسيب ايه نتكلم عن ايه لكن الاعلام المصري ما بيسيب لناش فرصة نفكر او نختار ليه لانه بيتكلم عننا والاكتر كده بيتكلم على البلدان اللي احنا عايشين فيها والاكتر من كده انه بيجذب ياريتوا بيقول معلومات صح يعني انت لما بتتكلم عن مكملين او الاعلام اللي في الخارج وتتهم التمات لو صح يا عم انا هطلع اقولك انت صح انت بتقول كلام مظبوط انت معك حق لكن انت بتطلع تكذب في حقي وتطلع تتهمني اتهامات باطلة والاكتر من كده بتتكلم عن المكان اللي انا ببث منه على بريطانيا وتقعد تسرح بخيالك وتقول كلام عجيب جدا طبعا عرفت انه هتكلم عن مين الاستاذ احمد موسى الذي لم يتعلم الدرس اللي دي نهوله المرة اللي فاتت ولا يبدو انه يعني عنده نية انه يتعلم الحقيقة الراجل بيكذب كما يتنفس بيطلع تكلم بثقة وبابتسامة سامجة سخيفة بشكل مش طبيعي وبيطلع يقول ان اسعار السلع في بريطانيا وصلت لمستوى غريب جدا والمرتبات والسكن والكلام ده تعالوا نشوف كده احمد موسى قال ايه وبعدنا نرجع واحدة واحدة نعرفه غلط وغير اكلك وشربك طبيعة الحال كده الناس بتروح للمرتبات مش بتقضي التكاليف فالناس بتروح للمساعدات الرحيمية قلت زميلنا خالد مصطفى النهاردة عايزين يعني يقولي بس نموذج من بعض الاسعار الموجودة في بريطانيا بديك بريطانيا العظمة حضرتك مش حد تاني ولا دولة تانية انا اسف جدا لحضراتكو ان انا بديت الحلقة بتاعتي في برنامجي في مكملين بهذا الوجه وبهذا الصوت انا اسف والحقيقة يعني انا طلبت من فريل اعداد ما يطولوش في الفيديو اكتر من كده انا هقول لكم اللي قالوا هاتسمعوش هذا الكائن اكتر من عشرين ثانية يعني هو اتكلم على اسعار الخيار اللي زادت واسعار الطماطم واسعار المنجة والبامية والرز والمرونة عن المشاكل الكبيرة جدا اللي بيعاني منها المواطن والمقيم في بريطانيا عن الاسعار النار اللي موجودة في كل حتة في السكن وفي الفواتير وفي المترو وفي المواصلات عن السلع الغذائية اللي زادت عن الرواتب اللي مش مكفية عن الناس اللي مش عارفة تعيش حياتها وبعدين قال في الآخر إن دي بريطانيا العظمى وإحنا مصر وبالتالي مصر أحسن من بريطانيا ده اللي أحمد موسى كان عايز يقوله بعدها طلع اتكلم في فيديو تاني وقال لك الناس اللي برا اللي بيبسوا من برا واللي عايشين برا بيهجموا وبيتفرجوا علينا وبيقولوا إن احنا بنقول كلام غلط وإحنا بنقولش كلام غلط إحنا كلامنا بالأرقام أبو حميد ده كلام نحن ده كلام نحن بالأرقام مش كلامك أنت فأحمد موسى غلط الغلطة دي معانا من شهر وقال لك إن احنا في القطاع الصحي بعد عشر سنين هنبقى زي بريطانيا فجبناه كده هو وجمهوره وأنا الحقيقة بوجه الدعوة للجمهور أحمد موسى ده لقوا ليه جمهور الفقرة دي عشان كنته عشان تعرفوا كم يكذب هذا الأحمد موسى على الهواء مباشرة والجمهور مكملين وجمهور أسامة وجمهور آخر كلام عشان تتأكدوا مرة تلو الأخرى إن الناس دول ما عندهمش حاجة يقدموها إن النظام كله أنا قلت دايما إن أحمد موسى مش أحمد موسى أحمد موسى يعني أحمد شعبان يعني من يحرك الإعلام في مصر رأس السلطة ورأس النظام عبدالفتاح السيسي تعالوا نشوف كده مع بعض أحمد موسى إحنا إيه الدرس اللي علمناه له المرة اللي فاتت عن المقارنة ما بين القطاع الصحي في مصر وبريطانيا بعد أن نرجع بقى نرد على الهراء اللي قالوا طيب أعلم لكم حلقتنا مستمرة البداء شوية مختلفة في الساعة دي أحمد موسى كان بيتكلم عن إن إحنا على مستوى وزارة الصحة على مستوى قطاع الصحة هنبقى زي بريطانيا في خلال عشر سنين أنا سألته في مقدمة الحلقة العشر سنين بدأوا إمتى بدأوا يوم 3 يوليو 2013 يوم ما السيسي سيطر على السلطة بانقلاب عسكري ولا بدأوا يوم ما عبدالفتاح السيسي نصب نفس إيسل الجمهورية في 30-6-2014 قل لنا ولا لسه هيبدأوا ولا لسه هيبدأوا أصلا طول من أنت وعبدالفتاح السيسي موجودين دعونا بقى زي عودنا كده في بداية الفقرة الثانية دايما بنعمل المقارنة السريعة عن الموضوع اللي بنتكلم عليه منظومة الصحة في مصر ومنظومة الصحة في بريطانيا ده عنوان الفقرة اللي بهديها لأحمد موسى إيه القصة وإيه التفاصيل إحنا عندنا ميزانية الصحة في مصر قد إيه يا جماعة 108 مليار جنين اللي هم قد إيه تقريبا الميزانية دي طبعا 21-22 ميزانية 2022-2023 قالوا إنها 128 مليار إحنا بنتكلم تقريبا في 4.7 مليار جنيه استرليني إحنا ميزانيتنا 4.7 مليار جنيه استرليني دي ميزانية الصحة في مصر ميزانية الصحة في بريطانيا 192 مليار جنيه استرليني يعني الفرق بيننا وبينهم الأخ اللي بقول لك هنبقى زيهم بعد 10 سنين 187 جنيه استرليني تقريبا انت متخيل الفرق؟ طيب النهاردة الصبح كان فيه دكتور زميلي بيكلمني فبتناقش معاه في القصة دي بقول لي يا راجل أنا ميزانية المستشفى بتاعتي بس مليار جنيه استرليني في السن دي ميزانية مستشفى واحدة في لندن طيب بعد كده احنا بنتكلم ان المبلغ ده الـ 47 مليار والـ 192 مليار في مصر ده عشان 103 مليون مواطن مصري انما الـ 192 مليار عشان كام عشان 65 مليون مواطن بريطاني طيب في مصر طبيب واحد لكل كام مواطن لكل 1500 مواطن كل 1500 بني آدم لهم دكتور واحد في مصر بريطانيا طبيب واحد لكل 333 شخص في بريطانيا شايف الفرقه هنبقى زيهم كمان عشر سنين تعال يا استاذ احمد تعال انتهورك 120 ألف ده اجمالي عدد الأطباء في مصر طبعا الرقم ده خرج منه ناس برا الرقم المسجل في انقبط الأطباء بيقول انه هو 250 ألف وخرج نصهم وبيقولوا كمان خرج 60 ألف كمان فاللي موجود حوالي 60 ألف 120 ألف اجمالي عدد الأطباء اللي خرج منهم كمان 60 ألف كم دكتور في بريطانيا 289 ألف طبيب في بريطانيا طيب راتب الدكتور في مصر كم من 3,000 10,000 جنيه مصري مصري اقسم ده على 20 تقريبا يعني بتتكلم في ايه يعني من 300 400 ل 400 جنيه استرليني ده ايه راتب الطبيب في بريطانيا انت بتكلم في 53 ألف استرليني شايف الفرق في الرواتيب واحد 400 جنيه والتاني 53 ألف جنيه استرليني طيب في 60 ألف طبيب مصري هجروا للخارج في 66 ألف طبيب أبني بيشتغلوا في بريطانيا الله أعلم 60 ألف دول هم اللي راحوا بريطانيا ولا لا انا معلومات تكرار بيعلم الشطار زي ما عارفين طبعا والمعنى في بطن الشاعر احنا قلنا نكرر المقطع تاني عشان اللي ما شافش يتفرج ويشوف ويتعلم ويعرف ايه الفرق ما بين مصر وبريطانيا في القطاع الصحي لكن النهار ده أنا بعمل قرنة مختلفة شوية احنا بنحاول نرد على أستاذ أحمد ونمشي مع أحمد موسى لأحد مش عارف ايه زي ما بيقولوا هو الراجل اللي قالك أسعار السلعة ومش أسعار السلعة فاتكلمنا أنا وفريل إعداد فقلنا طب إيه المشكلة ان احنا ننزل فعلا نشوف في الماركت في بريطانيا لأكون الأسعار زيادت وإحنا مش عارفين لأكون أحمد موسى في مدينة الإنتاج عايش هنا وإحنا مش عايشين لأكون هو فاهم حاجة وإحنا مش فاهمين يا جماعة لأكون احنا في غيبوبة عايشين مثلا الناس مميليون هنا خطفلنا في مكان برا لندن ومفاهمنا ان احنا عايشين في لندن وإحنا مش في لندن أصلا ما تنزلوا يا جماعة تشوفوا الأسواق أخبارها إيه فانزلنا فعلا وقرير خاص لبرنامج آخر كلام وقناة مكملين عن الأسعار اللي تكلم عليها أحمد موسى من داخل المتاجر في بريطانيا صباح اليوم نتابه موسيقى المترجم للقناة 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 بيعرف يقول رئيس الحكومة يمشي فرئيس الحكومة بيمشي وده اللي حصل فضيحة ورع الحاقط هي من الفضائح اللي أوصلت بوري جونسون في الآخر إنه خلاص في خلال أيام هو مش موجود مش رئيس حكومة ليه؟ فيه إعلام محترم فيه إعلام حكومي فيه إعلام الناس بتثق فيه وفيه ناس بتحاسب المسؤول عندنا في مصر فيه إيه؟ بعد شوية أنا جاي لك على الطائرة الرئاسية الجديدة لعبد الفتاح السيسي اللي بعيدها إيرلندا هل جروا إنك تكلمنا على الأصور الرئاسية في العالمين وفي العاصمة الإدارية الجديدة؟ بالتأكيد لا وبالتالي لما تيجي تقارن قارن للنظام أخبره إيه؟ قارن للإعلام أخبره إيه؟ قارن للناس أخبرها إيه؟ لكن أنا هرجع لك تاني في المقارنة اللي أنت عايزها وتعال بقى بالأرقام اللي أنت قلت عليها ما بين بريطانيا وما بين مصر معاناة البريطانيين هي جنة المصريين على شمالي هنا معاناة البريطانيين وعلى يميني جنة المصريين نمسك رقم رقم واحدة واحدة متوسط الدخل للفرد في بريطانيا 2500 جنيه استرليني كم تقريبا؟ يعني ده في الشهر طبعا يعني كم تقريبا؟ يعني 56 ألف جنيه مصري تعال على الرقم ده هتلاقي إنه 9000 جنيه في حد أقوله دلوقتي يا أستاذ أسامة أنت بتبالغ إزاي 9000 جنيه ده إحنا مش لقيين ياك أنا بقولك على رقم رسمي الحكومة بتقول إن أنا متوسط الدخل عندي في مصر 9000 جنيه وأنا همشي مع الحكومة ونصدقها فهحسب على أعلى رقم هي إله اللي هو غلط وأنا وإنت عارفين إنه غلط بس ماشي 9000 جنيه ده الدخل الفرد نصبر يا جماعة شوية هنلاقي إن الفرق قبل ما ننقل عن نقطة تانية إنه تقريبا 6 أضعاف تقريبا كده الدخل في بريطانيا ضعف الدخل في مصر 6 أضعاف للفرد الواحد أخبار الخيار إيه يا أحمد موسى أخبار الطماطم إيه أخبار المرتبات إيه؟ طيب تعالوا نشوف نقطة هنا متوسط أعمار البني أدمين في بريطانيا والأعمار بياد الله لكن دي نقطة مهمة تقلق بمؤشر جودة الحياة البني أدم في بريطانيا بيعيش تقريبا 80 سنة البني أدم في مصر بيعيش تقريبا 70 سنة ليه عوامل التاية والأمراض والأكل المسارطن وحاجات كتيرة جدا طيب ده بيقول لنا إيه؟ إنه الفرق تقريبا بين كل شخص في بريطانيا وكل شخص في مصر حوالي 10 سنوات للفرد الواحد إضرب في 100 مليون يعني بريطانيا بتسبق مصر بحوالي مليار سنة مليار سنة متعلقة بمؤشر جودة الحياة اللي هو الحكومة مسؤول عنه اللي هو التعليم والأكل والشرب والصحة والعلاج والأدوية والخدمات وكل حاجة بمناسبة الصحة وإحنا بنعد الحلقة اكتشفنا رقمين مخيفين الحقيقة المعدل الوفيات في الأطفال حديثي لولادة في بريطانيا كام؟ ثلاث فال من كل ألف بيموتوا في مصر كامل؟ 16 طفل من كل ألف بيموتوا ده بيقولك إيه؟ بيقولك إن في مصر خمس أضعاف بريطانيا في عدد الوفيات في الأطفال حديثي لولادة وده يطلق بمؤشر جودة الصحة إن إحنا في مصر ما عندنا الصحة ففيه 16 طفل أول ما بيتولدوا بيموتوا من كل ألف طفل لكن في بريطانيا ثلاث من كل ألف يعني مصر أسوأ من بريطانيا بخمس مرات نيجي اللقطة تانية مؤشر تانية يا أستاذ أحمد يعني بتكلمنا عن الخيار وسندوق الطماطم نسبة الأمية في بريطانيا هي واحد في المية فقط من الشعب البريطاني لا يستطيع القراءة والكتابة أما في مصر فخمسة وعشرين في المية من المصريين ليعانوا من المية والجهد يعني إيه؟ يعني ربع الشعب المصري يعني خمسة وعشرين مليون بني آدم مصري يعني مصر أسوأ من بريطانيا في موضوع الأمية بخمسة وعشرين مرة كلمني عن التعليم يا أستاذ أحمد كلمني عن التعليم وعن جودة التعليم وعن الأمية وعن النظام اللي بيرعى التعليم بمناسبة تعليم دي برضو إحصائية مهمة أوي بنهديها للأستاذ أحمد موسى تصنيف الجامعات في بريطانيا على مستوى العالم ستجد أن من أول عشرة جامعات على مستوى العالم هنا ثلاث جامعات بريطانية هما أكسفورد وإمبريال كوليج وكلية لندن الجامعية وضيف طبعا كيمبريج هتلاقيها في تصنيف متقدم جدا مصر بقى قعدنا ندور وتعبنا الحقيقة فلاقينا تصنيف صادر لسه من كم يوم تصنيف جامعة شانجهاي بيقول إن جامعة القديم الحمد لله الحمد لله في المركز 301 عالميا هو التعليم ده مش بفلوس يا أستاذ أحمد ولا أنا متهيأ لي هو التعليم ده مش حاجة مهمة في العالم ولا أنا متهيأ لي لا يا جماعة لأ التعليم ده مش حاجة مهمة طيب نشوف كده مؤشر إيه ده مؤشر جودة الحياة مصر في المركز 20 عالميا أما قصدي بريطانيا في المركز 20 عالميا أنا أسف مصر في المركز 78 عالميا اللي احنا بنقوله ده معناقية اللي احنا بنقوله ده باختصار شديد عشان ما نطولش إن في بلدين في بلدين بلد اسمها بريطانيا وبلد اسمها مصر ده مؤشر القدرة الشرائية أنا أسف قبل ما نختم بريطانيا في المركز 13 ومصر في المركز 81 شايفين الفرق مش محتاج ان انا اوضح كتير او اتكلم كتير اللي بيطلع يكلم حضرتك ويقولك بريطانيا زينا لا هي مزينا هي المقولة اللي انا قلتها في الاول هي الدستور بتاع الفقرة دي ان معاناة البريطانيين ومن يعاني في بريطانيا هنا اللي احمد موسى بيقول انه بيعاني هو جنة لحضرتك في مصر واللي حرمك من الجنة دي هو عبد الفتاح السيسي واحمد موسى وهذا النظام يعني ده مش ذنبك ده مش ذنب الحكومة وذنب النظام اللي حرماك من كل اللي انا بتكلم فيه ده لانه نظام عسكري ومجرم وله اعلام منافق زي عبد الموسى طيب